في العراق معايير السلامة للإنسان تأتي في مراتب متأخرة غالباً فهي ليست مفروضة من قبل السلطات الحكومية وعلى مختلف القطاعات ومنها قطاع الطاقة والغذاء والصحة والتجارة فهذا هو قطاع إنتاج النفط تهدر من خلاله ملايين الدولارات يومياً بعمليات الاحتراق التي تخلف سحابات ملوثة وسامة مشكلة خطراً جسيماً على حياة السكان وهو ما يفسر ارتفاع الإصابات والوفيات بمرض السرطان وتكشف تقارير محلية عن إنشاء العشرات من مصاف النفط البدائية بأحجام صغيرة ومتوسطة تعود لمتنفذين في كردستان العراق خلال السنوات العشرين الماضية إلى جانب المصاف الكبيرة المملوكة لمتنفذي الأحزاب الكبيرة في بغداد تعمل وتدار بطريقة تضاعف من انتشار الأمراض السرطانية وتعمل معظم المصاف دون رخص قانونية رسمية لكنها تشتري النفط من الحكومة في بغداد وتكرره بطرق بدائية لا تلتزم بأدنى مواصفات الإنتاج العالمية كما لا تطبق شروط الصحة والسلامة العامة لا من حيث الموقع الجغرافي ولا من حيث طريقة العمل ومع ذلك فإن تلك المصافي تنتشر في مناطق متفرقة في محافظات دهوك وأربيل والسليمانية وإلى جانب انبعاثات المصافي غير القانونية يحذر أطباء ومختصون في البيئة من المخاطر التي تحملها انبعاثات المولدات الكهربائية المنتشرة داخل الأحياء السكنية والتي تستخدم وقود الديزل المصنوع محلياً بمواصفات رديئة جداً بهدف خفض الكلفة كل ذلك يحدث في ظل غياب تام للرقابة البيئية على انتاج المصافي وعلى انبعاثات مولدات الكهرباء المنتشرة داخل الأحياء السكنية نظراً لعدم قدرة الجهات الحكومية على تأمين الكهرباء لأربع وعشرين ساعة يومياً ونتيجة لانتشار الملوثات ارتفعت الإصابات بالسرطان المسجلة في كردستان العراق إلى نحو عشرة آلاف إصابة جديدة عام الفين وثلاثة وعشرين